السلام عليكم السلام عليكم الخبر قديم لثلاثة ايام اربع ايام لكن ما حصلت لي الفرصة ان اتكلم فيه قلت اتكلم لكم الخبر هو ان او التسريب هو ان طلع تسريب لمعالج قبل M2 مكس مش برو رام 96 موان مكس اعرف ان هذا المعالج اللي بينزل على الماكبورك برو 14 انش و 16 انش معنين من الماك الماكس والالترو دعونا نكلم عن البتوبات احنا فيعتبر هذه الشيء اول مرة قبل توصل لها في البتوباتها نتحط رام 96 لابتوبات قبل الى الان اعلى رام فيها 64 وتخلط على الامون بال 64 رام اللي اعتبر واو ليش لان المعالجات اللي موجودة خاصة بالامون والان المتو هاذي ال او سي سيستم و انشب او ال 64 رام هاذي راح تشارك مع الفيديو رام يعني تحين ان انك انتك لابتوب انتل حين ان تكون معالج في 64 او مثلا لابتوب او بي سي مثلا 64 و 128 جيجا رام لكن في الاخراج من الاخراج يبيل ال جي بيو رامات ال جي بيو برضو راح تاخد فهذا هنا الرام اللي موجودة في الجهاز في المعالج حقك نفس الايفون يعني او اي جوار ثاني او اي معالجات ارم الا في فئة ثانية يكون الرام نفسه متشارك مع الفيديو رام فاذا عندك مثلا 32 في لابتوبات ابل الامون والان المتو او 64 عرف انه مرح تشاركهم برضو في الاخراج ما يحتاج يكون جي بيو بلا معالجات او رامات خاصة فيه 90 هذي راح تكون تقدر تستخدم الحق الشغل الثاني يعني 96 هذي راح يكون الحق النظام كامل فه مبتسم ان الشيء قوي في لابتوب راح يكون هذه الشيئين ما توقع انه في لابتوب الان موجود في السوق في لو معالجات انتل في ال جي بيو 96 رام يعني 96 جي بايت تسريبات متى راح تكون نتوقع انه نرجع نفس الحركة ما تقوم بعمل المالجات القوية هوسون 18 شهر نتوقع انه نقول النصف الاول من عشرين ثلاثة وعشرين ننتظر نشوف محب لكم صور حق التسيربات لحق وكمل قوة الارقام بس نابل جاية السلام عليكم مني اشتركوا في القناة مرحة 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 شكرا